بسم الله الرحمن الرحيم نحويل النسبة المائوية إلى كسر عشري ثم نقوم بضرب الكسر العشري في العدد الكلي يعطينا الإجابة السؤال الأولاني بيولي 55% من مية الرعاة 60 فطر رقم واحد نقوم بتحويل 55% إلى كسر عشري يصير 55 من مية كيف أحاول الكسر العشري يا شباب بكل بساطة بأخذ الفصلة العشرية بعد رقمين لأن هنا نسبة مائوية يعني المقام مقصوم على 100 أو أن هذا العدد مقصوم على 100 فيصير 55 من مية ونقوم بضرباء في العدد الكلي وهو 164 فيعطينا الناتج تقريبا 90 و 2 من 10 سؤال رقم 2 بنفس الكيفية نقوم بتحويل العدد أو النسبة المائوية إلى كسر عشري فال355 كم تصير يا شباب؟ ناخد الفصلة بعض الرقمين توسط تبه هنا الفصل وين؟ هنا الفصل فيصير العدد 55 من مية ضرب 15 ضرب 15 طبعا بنضرب ضرب عادي ثم ناخد الفصلة بعد رقمين 20 لأن هنا نبدأ بضرب عدد صحيح في كسر عشري أو في عدد 10 فناخد الفصلة بنفس عدد الأرقام هنا بعد رقمين إنه ما فيه فصلات فإذن الناتج لو أنا بضرب ضرب عادي خالص الناتج تصير بعد رقمين 20 إذن الناتج تقريبا 53 و 3 من 10 طبعا كيف صارت الثلاثة من 10؟ الاثنين هذه أبقربها أنظر للخمسة الخمسة كريمة تزيد واحد للاثنين تصير ثلاثة إذن الناتج التقريبي لهذا العدد 53 و 3 من 10 صار رقم ثلاثة بنفس الكيفية نقوم بتحويل النسبة المئوية وهي 25 في المية إلا كسر عشري يصير 25 من 100 ونقوم بدربها في العدد الكلي وهو 80 كم الناتج 20؟ إذن 25 في المية من الثمانين كم الناتج 20؟ السؤال للتالي يا شباب سؤال رقم 4 اختيار من متعدد من بين 366 طالبا اشترى 210 طلاب بوجبة إفطار أي من ما ياتي يمثل النسبة المئوية إذن في هذا السؤال يبي شيء جديد وهو النسبة المئوية يبي نون يبي النسبة المئوية نون نحن رمزنا برمز نون بس هنا ما يبي للطلاب اللي اشتروا الوجبات ولكن يبي للطلاب الذين لم يشتروا الوجبات يبقى خطوة رقم 1 لابد من إيجاد عدد الطلاب الذين لم يشتروا الوجبات نقوم بطرح العدد الكلي 366 ناقص عدد الطلاب يشتروا الوجبات وهو 210 ويصير الناتج 156 طالب لم يشتروا الوجبة وفي قانون يا شباب احنا كنا بنستخدمه لإيجاد النسبة المئوية أو لإيجاد الجزء أو لإيجاد الكل وهو جيم على كاف أي الجزء على الكل يساوي نون وهي النسبة على المية طب كيف نحل السؤال وكيف أجيب جيم وكيف أجيب كاف واضحنا في السؤال أن الجزء اللي يبي يجيب النسبة المئوية بتاعته وهو 156 طالب ده بالنسبة لي يمثل الجزء والكل أكيد عندي كم عدد الطلاب وهو 366 إذن الكل الطلاب عندي 366 والجزء اللي لدينا لم يشتروا 156 إذن نقوم بالتعويض عن الجزء ب156 والكل 366 إذن أنا هنا مطلوب إيجاد نون وهي النسبة المئوية طبعا يمكننا الحل بطريقة مباشرة باستخدام الضرب التبادلي نون تساوي أضرب 156 ضرب 100 ثم أقسم على 366 وفي طريقة أخرى نضرب ضرب تبادلي اللي هي ضرب المقصات نضرب 156 في 100 ونضرب نون في 366 وفي الآخر نقسم اللي هو 156 ضرب 100 أقسم على 366 برضو يعطيني النون بنفس الكيفية هي هي إذن أنا فضت تطريقة بطريقة مباشرة يبقى النون تساوي 156 ضرب 100 تقسيم 366 كم يعطينا الناتج؟ إذن نون يا شباب في الآخر تصير 42 وستة من عشرة أني إجابة أقرب ألف ولا باء ولا جيم ولا دال للنسبة المئوية اللي أنا يبتهى 42 وستة من عشرة 35 طبعا لا إذن النسبة المئوية وهي لقم باء وهي 43% إذن نسبة الطلاب الذين لم يشتروا الوجبات تقريبا 43% إذن لازم نتذكر القامل يا شباب بتاعنا وهو جيم على كافي سوي نون على 100 سؤال رقم عشرة طبعا ده سؤال مباشر خالص بنفس الفكرة اللي إحنا حلناها إيجاد النسبة المئوية من عدد من عدد إذن بصورة مباشرة أريح نفسي خالص أحول النسبة المئوية إلى كسر عشرة إذن 14% تصير 14 من 100 ثم نقوم بضربة في 65 إذن 14 من 100 ضرب 65 تقريبا يعطينا الناتج 9 و 1 من 10 سؤال 6 11 سؤال 11 نفسي الكيفية ما العدد الذي يساوي 36% من إذن أنا هنا مطلوب مني إيجاد النسبة المئوية من عدد كل بساطة نقوم بتحويل النسبة المئوية إلى كسر عشرة فال36% تصير 36 من 100 ثم نقوم بضربة في العدد الكلي وهو 249 كم الناتج تقريبا يعطيني لشان كده كده أنا مطلوب مني التقريب لأقرب 10 يعطيني الناتج تقريبا 89 و 6 من 10 سؤال 12 و 13 تختلف الفكرة شوي لأنه بيقول لي ما العدد الذي 82% منه منه ما جلش منه إذن شباب لو قال منه يبقى ما بعد منه إحنا تعودنا ما بعد منه يصير جزء إيش القانون اللي بنعود فيه جيم على كاف يساوي نون على 100 هيسم جيم الجزء وكاف الكل ونون النسبة المئوية إذن إن عندي لو أنا حبينا نفسر السؤال ده يصير عندي الجزء 73 و 8 من 10 إذن مكان الجيم نضع 83 و 8 من 10 الكل هنا عندي مجهول إيبي إيبي الكل والنسبة المئوية واضح إن فيه علامة في المية بإذن 82 تعوض مكان النوم إيبقى إذن 73 و 8 من 10 مقصوم على 6 يساوي 82 وهي النسبة على 100 إذن كما تعودنا شباب نضرب ضرب تبادلي إيبقى الكاف تساوي 73 و 8 من 10 ضرب 100 ضرب 100 مقصوما على 82 مقصوما على 82 هل طبعا المطلوب أن التقريب لأقرب نسبة أو أقرب جزء من 10 فيصير الناتج تقريبا 90 تقريبا 90 طيب ننظر كده لسؤال رقم 13 من نسبة المئوية لي 75 من 50 إذن في هذا السؤال يبي جيم ولا كاف ولا نون يبي بالنسبة المئوية إذن يبي نون 75 من 50 يبي إذن الكل عندي هنا ما بعد من كل ما بعد من كل إذن الكل عندي 50 الكل عندي 50 يبي بالكاف ب50 المطلوب إيجاد الجيم المطلوب عندي مع لزنة إيجاد النون الجيم هنا بالنسبة لي هي الجزء بكتابة القانون جيم على كاف يسوي نون عالمية كما قلنا يا شباب عند الكل الخمسين والجزء 75 المطلوب إيجاد النزوة إذن النون مجهولة عندي وليجاد النون استخدم الضرب التبادلي يبي النون تساوي 75 ضرب 100 تقسيم 50 ممتزين 75 ضرب 100 تقسيم 50 يعطيني 150 يعطيني يا شباب 150 في المية إذن أنا هنا جبت النسبة الموية 150 في المية نية شباب لدرس التطبيقات وهو إيجاد السعر الجديد بعد الخصم أو بعد الزيادة السؤال هنا بيقول لي يوجد السعر الجديد لكل من مالي وقرب الإجابة إلى أقرب جزء من 100 سؤال 16 حاسوب قيمته 2200 ريال ونسبة الخصم فيه 6.5% طبعا في طريقة لنجيب نسبة الخصم ثم نقوم بترحاها من السعر الكلي إذن خطو رقم واحد لابد من إيجاد مقدار الخصم وهو كم مقدار الخصم 6.5% إذن نقوم بتحويل 6.5% إلى كسر عشري ناخد الفصلة بعد رقمين عشريين فيصير 65 من ألف ونقوم بدرباء في السعر الكلي 2200 إذن يكون تقريبا مقدار الخصم عندي 143 ريال هذا مقدار الخصم يا شباب كم ريال 143 ريال نقوم بتطرح 143 من السعر الأصلي للجهاز وهو 2200 إذن ثانيا لإيجاد السعر بعد الخصم نقوم بتطرح 2200 ناقص 143 يعطيني 2057 ريال هذا سعر الجهاز بعد الخصم أو بعد التخفيض سعر رقم 17 العكس شوية طالب مني نسبة الزيادة إذن بنفسه الكيفية خطر رقم واحد نوجد مقدار الزيادة وهو 33% من 145 وهو السعر صندوق الدجاج نحول 33% إلى كسر عشري صار 33 من مية نقوم بدرباء في السعر الأصلي وهو حق صندوق الدجاج يعطيني 34 ريال وتقريبا وثمانية من عشر ريال المطلوب يجب شباب إيجاد نسبة الزيادة وليس الخصم إذن لإيجاد السعر الكلي نقوم بالجمع أو بالإضافة 1559 ريال زائد 34 وثمانية من عشر تقريبا ريال يعطيني الناتج تقريبا 143 ريال إذن هذا السعر بعد الزيادة وليس بعد الخصم إذن بعد الزيادة بنضيف بعد الخصم بنطرح سؤال 18 وهو سؤال الزكاة من المعروف يا شباب أنه نسبة الزكاة عندي 2.5% 2.5% المطلوب إيجاد ما تبقى منه بعد إخراج الزكاة إذن لابد من معرفة مقدار الزكاة أولا نسبة الزكاة 2.5% نقوم بدربها في 45 ألف وهو السعر المبلغ اللي هو 45 ألف ريال نقوم بتحويل النسبة الموية إلى كسر عشري ناخد الفاصلة بعد رقمين عشرية ثم نقوم بدرب في السعر أو في العدد الكل أو في المبلغ المتبقي عندي أو المبلغ الكامل عندي 45 ألف ريال إذن مقدار الزكاة فقط 1.125 إذن مقدار الزكاة اللي نحقسمها من 45 ألف ريال هو 1.125 ريال إذن لو أنا عايز أجيب المبلغ المتبقي المبلغ المتبقي بعد الخصم نقوم بطرح 45 ألف ريال نقوم بطرح كما شباب 45 ألف ريال ناقص مقدار الزكاة وهي 1125 فيصيل الناتج أو السعر المتبقي أو المبلغ المتبقي 43 875 ريال هذا المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة 43 875 ريال سعر رقم 19 اختيار من متعدد في كيس 220 كرة ملونة منها 45% لونها أحمر مع عدد الكرات الأخرى تعلمنا سابقا هنا يبي عدد الكرات الأخرى يبقى رقم واحد لابد من إيجاد عدد الكرات الحمراء أولا ونقوم بدرب 45 مع زرة 45 من 100 في عدد الكرات الكلية نقوم بتحويل النزمة الماوية إلى كسر 10 ثم نقوم بدربها في 220 يبي إذن عدد الكرات الكلية أو الكرات الحمراء مع زرة عدد الكرات الحمراء 99 كرة إذن لإيجاد عدد الكرات الأخرى نقوم بطرح 229-99 يعطيني 121 كرة بهذا أعزائي الله مدرس المناج نكون قد أنهينا معكم شرح درس اختبار الفصل الخامس نسعد باستقبال أسألتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في قربات الواتساب والتليجرام تعليمنا مستمر باتكم دمتم بخير